السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة بزرة وفسيلة النهاردة هنتكلم عن صبار جميل جدا وصبار مشهور صبار محبوب جدا وهو صبار ودن الارنب اللي اسم العلم له وبنتيا ميكروديزيس يعود موطن هذا الصبار الى وسط وشمال المكسيك من الممكن ان ينمو كشجيرة كسيفة بطول 40 الى 60 سنتي واحيانا الى اكثر من ذلك يتكون هذا الصبار من الواح مترصة فوق بعضها على شكل بيضاوي ويوجد منها عدة الوان منها الابيض ومنها الاصفر ومنها البني المائل الاحمر هذه الالواح تضيف رونقا وجمالا لضلوع الصبار وفي بعض الاحيان يزهر هذا الصبار ويخرج منه ظهور غاية في الجمال في كمة الالواح البيضاوية سمي هذا الصبار بصبار اذن الارنب بسبب شكل الواحها البيضاوية التي تشبه ودن الارنب ولو انت من اصحاب الحظ الجيد سيزهر هذا الصبار ظهورا في كمة الالواح البيضاوية حيث تبدأ بتكوين اظهر من بداية الربيع الى اواخر الصيف هذا النوع من الصبار ليس له اشواك ولكنه يمتلك الكثير من الشعيرات التي تشبه الاشواك هذه الشعيرات يوجد منها عدة الوان منها الابيض والاصفر ومنها البني المائل للاحمر ولازم ناخد بالنا واحنا بنتعامل مع الشعيرات الكسيفة دي لانها مؤزية وتسبب تهيج الجلد عشان كده لو حابين نعمل عملية تكاثر لهذا النبات كل ما علينا ان احنا بنقطع او نقطع اي لوح من هذه الالواح البيضاوية بس يستحسن ان هو يكون بينمو عليه مثلا لوحين 3 اربعة ونزرعها في طربة بس لازم زي ما قلت نكون حذرين جدا يعني نمسك الالواح دي بكفازات نمسكها بكيس ورقي نمسكها بورق جرايد لان انا زي ما قلت الشعيرات دي مؤزية وتسبب تهيج الجلد يعني عيب النبات الوحيد هذه الشعيرات بس في النهاية نبات شكله جميل جدا خصوصا في عملية تنصيق الحضائق وكمان ممكن نزرع هذا النبات الجميل في اواني فخارية هنتكلم بعد كده عن طرق التعامل المسلى لهذا النبات اول حاجة هنتكلم عنها درجة الحرارة درجة الحرارة المفضلة لهذا النبات تتراوح ما بين 21 الى 37 درجة معنى كده ان النبات ده بيحب ضوء الشمس ممكن كمان نزرعه في مكان نصف مشمس بس قلت يستحسن ان احنا نزرعه في مكان يصل اليه ضوء الشمس المباشر هنتكلم بعد كده عن الري يفضل يا جماعة عدم الافراط في الري لان الري الزائد لهذا النبات يسبب تعفن الجزور عشان كده لو حبينا نحافظ على هذا النبات اول حاجة نعرضه لضوء الشمس تاني حاجة نسقيه لما الطربة تجف تماما تماما لان الري الغزير يسبب تعفن الجزور لهذا النبات يبقى احد مشاكل هذا النبات هي الافراط في الري يبقى الافراط في الري يا جماعة بيؤدي الى حاكتين يؤدي الى تعفن الجزور ويؤدي إلى جعل هذه الألواح تنكمش لها بتدبل كده بسبب الإفراط في الري يبقى نستنى لما الطربة تنشف أو تجف تماما تماما وبعدين نسقيه يعني ري منتظم كمان يا جماعة يفضل عدم وضع هذا الصبار الجميل في مكان يصل إليه رطوبة يعني ما ينفعش نحطه في مكان رطب يبقى تكلمنا النهاردة يا جماعة عن صبار زينة جميل جدا وهو صبار ودن الأرنب تكلمنا عن طرق العناية به تكلمنا عن طرق تقاصر هذا النبات الجميل في النهاية حلقتنا أنصح الناس المبتدئين في عملية الزراعة باقتناء هذا الصبار الجميل جدا لأنه نبات سهل العناية سهل الإكسار وأختم حديثي بمقولة للشاعر إليا أبو ماضي أطر الشوق فوق الورود وتعمى أنطرى فوقها الندى إكليلا فلا تمنعك الأشواق من اقتناء هذا النبات الجميل جدا دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته